قالت وزارة الزراع واستصلاح الأراضي إنه لأول مرة خلال أسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الدرى وفول الصوية بحوالي 135 مليون دولار شمل الإفراج 242 ألف طن من الدرى وذلك بحوالي 87 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصوية بقيمة حوالي 42 مليون دولار وكذلك إضافاته للأعلاف بحوالي 6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 19 يناير 2023 نحو 2.156 مليون طن منها 1.538 مليون طن ذرى و623 ألف طن فول صوية وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.63 مليون دولار وقالت وزارة الزراعة إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف يستهدف توفير كميات في الأسواق من الضرى والصوية والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواج وكذلك حيوانات المزرعة هو ما سيكون له أثر إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواج واستقرار الأسواق ترجمة نانسي قنقر